موسيقى موجز الأخبار من قناة طيبة أهلا بكم قال المستشار القانوني عبدالله درف أن فصل موظف الخدمة المدنية خلف آثارا سالبة في نفوسهما وأشار إلى أن القرار القضائي الذي أعاد المفصولين تعسفيا إلى الخدمة سيظل سابقة قضائية تدرس للأجيال القادمة مؤكدا على اتخاذهم إجراءات قانونية ضد لجنة إزالة التمكين لجبر الضرر النفسي والأسري والاجتماعي الذي خلفوه تجاه المفصولين تعسفيا منذ العام 2019 أطلقت النيابة العامة السودانية صراحة نائب الرئيس السابق عثمان يوسف كبير ومرض بفك حساباته وإلغاء أي حج على أمواله وعقاراته وكانت المحكمة قد برأت كبير يناير الماضي من جميع التهم الموجهة ضده فيما أعلنت المحكمة إطلاق صراح كل من ابنة كبير ومدير متبه وشضي جميع التهم الموجهة ضدهما أصدر مجلس عمداء جامعة نيالا بولاية جنوب دارفور قرارا يقضي بتعليق الدراسة في الجامعة إلى أجل غير مسمى باستثناء كلية الدراسات العليا ويأتي هذا القرار بعد اعتصام قام به طلاب وطالبات الجامعة عقبا تكرار حوادث السطو المسلح التي طالت داخلية القدس للطالبات اقترح عضو المجلس السيادي الانتقالي أبو القاسم برطم أن يدفع كل أجنبي مقيم في السودان مبلغ مئتا دولار حسب المعاملات الدولية للإقامة وأكد برطم أن هذا الاقتراح سوف يدخل مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة مشيرا إلى قرابة ثمانية مليون أجنبي يعيش في السودان ختام موجس شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء